لا مسرات عيدية خلف القضبان ولا طقوس ولا مباهج خلف الجدران الاربعة بالنسبة للذين تم اختطاف وقتهم ولحظاتهم وعيدهم لا يرون شمس العيد ولا ثياب اطفالهم الملونة ولا الضحكات في اللمة الاسرية على مائدة الطعام المختطفون المغيبون عن الحياة آناء الليل وأطراف النهار لا يترك السجان لأنفاسهم حرية الانتظام ولا يترك لهم لحظة عيدية لها علاقة بالهنى تزيح عنهم شيئا من الليالي الباردة والقاسية في سجن لا يلتزم بالحد الأدنى من الأعراف والقوانين أسر المختطفين هي المعني الأول بهذا الفقد العظيم حين تحيط بها الذكريات من كل الجهة ذكريات الذين افتقدتهم اللحظات وزوايا البيت وطاولة الطعام وتفاصيل ضد النسيان حاضرة في ذاكرة الذين يكابدون فراغ الفقدان لا ينسى العيد أياد المختطفين التي كانت حاضرة ودافئة بين الأهل والأقارب كانت تلامس رؤوس الأطفال وتسلم على الأهل سلام العيد وباتت وحيدة مطروحة في زوايا السجن على خد المختطف أو ماسكة على القطبان لا تتوقف الأمهات عن النداءات المتكررة لإطلاق سراح المختطفين ظلما في سجون ميليشيا الحوثي وقضت أغلب الأسر أيام العيد في قلق مضاعف يتلمسون احتياجات المختطفين ومحاولة إدخال الغذاء والكساء إلى سجون محكومة بالمنع والقمع يعيش المختطفون في سجون الانقلاب أوضاعا صعبة في ظل منع ميليشيا الحوثي السماح لأسر المختطفين بزيارة أبنائهم في السجون أيام العيد وفي ظل استمرار المداهمات التي تقوم بها الميليشيا والزج بالمزيد من المدنيين إلى المعتقلات المجتمع الدولي لم يعد يتذكر المعاناة الإنسانية للمختطفين في اليمن والمبعوث الأممي الذي يتحدث في الآونة الأخيرة عن استئناف المشاورات السياسية أحجم عن إعادة فتح ملف المختطفين مجددا فقد كان هذا الملف شرطا من شروط المشاورات السياسية ويتم الآن تجاهله على صعيد الخطابات والمباحثات لأسباب يفهمها الراسخون في الصفقات ومنجز التسويات السياسية على حساب حقوق الإنسان وحرياته